احنا احنا شيخ خالد دايما نقول انه مشايخنا السابقين كانوا محظوظين في امر النا انه ما كانش عندهم السوشيال ميديا بتاعت النهاردة هيجوا احدقولك لا انا سامعه بوداني سامعه ازاي بقى دلوقتي بقى الكلام بتاع يعني الشيخ خالد بتقصله كلام بتقصله كلام وبيجيب جملة حط جنبها جملة دلوقتي فقولك ايوه انا شفت فيديو بقولك كلام ده اه هو كل الناس تعلم المدى التزوير اللي بيتمتع به السوشيال ميديا حال بقى لان انا لو شفتلك فيديو شفت بقى وانا راجل على قد حال انا راجل فلاح معرفش ان الفيديوهات بتتركب شفتلك فيديو اعمل ايه بقى اقول لي بقى انا دوري كمسلم بقولك يا عم انا شايفه بنفسي في الفيديو انا ليه صفحة اتأكد منه والصفحة دي ذات علامة الزبقاء اه فدي ادية الريف انا اتصل بالشيخ خالد وابعتله يا سلام ايه على الصفحة بتاعته يا شيخ خالد هو انت قلت حكم كذا يجوز او زبط كده او قصدك ايه من الكلام ده لان حالا يختلف المقصد تمام يعني ممكن حالك مثلا تقول فتوى او تقول كلام انا بالنسباني يظهر لي ان ده كلام غلط تمام لازم اتأكد من هذا الكلام مقصد الشيخ خالد ايه قد يكون عنده رأي مش عندي انا ودي مشكلة احنا بنقع فيها يا سيدنا حتى في درستنا الفقهية درستنا الفقهية ما في حكم في الغالب يا سيدنا الا وفي خلاق في اختلاف بين الفقهاء ترادة بيقول رأي وده بيقول رأي وده بيقول رأي الى اخرها فحانت تجي المشكلة منها يا شيخ رمضان انك انت حضرتك كمتلقي عارف مذهب واحد او عارف قول واحد في المسألة فلما الشيخ خالد يجي عرضك بقول تاني او يقول لك قول تاني هو في مذهب تاني وصحيح ومعتمد فانت بيحصل لك عندك صدمة الكلام ده انا ما قاريتوش قبل كده الكلام ده ما وردش والكلام ده يناقض تماما القول الاول فبتيجي حاكي على الشيخ خالد انت بس كنت محظوظ انت كنت محظوظ ان انت ما كنتش ظهرت معانا في حلقات الخلاف الفقهية لما كنا يا جماعة ابنا تناول مواضيع الفقهية وكان كل واحد فينا بيقول مذهب احنا تعرفين احنا وقفنا لي انا لحيث اخر شوية انا لحيث اخر حلقات كده كان يكتزى اشوفنا كتير وكان بتقرد علينا الشيخ الفلاني قال يا هنم ده عملنا يفت لجماعة ده مرأة فقهية لكل عالم بيقولها الناس كانت مقتنعة اجزاء المقاطع ان ده تبني رأي واحد في المسألة ما فيش غيره فطبعا ده كان خطر احنا الحقيقة اطلرنا الطرار ان احنا نغير الخلاف الفقه دوت اللي كان كل واحد فينا بيقوم بدور امام كانت الخطة بتاعتنا ان احنا نقدم الفقه على المزاهب الاربعة من خلال حوار حي صحيح وتشوف كل واحد قام كنت انا بقوم بدور الامام سيدنا ابو حنيفة وكان سيدنا الدكتور الرمضان بيعمل دور الامام مالك وكان حد بيعمل دور الامام الشافع كان الدكتور رمضان عبدالرازي لما اذكر وكان الشيخ رمضان عفيفي كان بيقوم بدور الامام محمد بن حمد وكان كل واحد بيقول رأيي الامام في المسألة فكنا بنذاكر وبفقه بجد وبنين الفقه بجد عشان الناس تتعلم وانا بتكلم كما لو اني الامام مالك لاني بمثل شخص فقول هذا عندي كذا وكذا وكذا ماشا بقولي هذا عندي يا رمضان عبدالرازي لا هذا وعطيني يفطى قدامنا كده فالناس حصل اللابس فارحنا حطين بعض اللي بينقلوا بالاخبار بعض اللي بينقلوا بالاخبار في الصحافة والمواقع الصحفية ومواقع النت يقول الجند يقول الجند يقول فقلت الواحد منهم قلت له والله من اللي قلت ده ابو حنيفة اللي قال قال لي يعني انت عاوزني اقول ابو حنيفة يقول محدش حيقر الخبر انما الجند يقول والله العظيم هذا حصل اقسم بالله فتصور حضرتك فطررنا نكتب يفطى الامام ابو حنيفة الامام مالك الامام الشافعي الامام محمد بن حنبل صح برضو اللبس رحنا خلناهم يكتبوا استنابة على الشاشة هذه الحلقة ليست للفاتوى برضو يعني في موضوع اباحة لحم الكلاب ده الرأي ده موجود عند المالكية مش عندي انا والكلام كله بس انت بصراحة مرزق فروح تعمل يفطى عمل يفطى يا جماعة يا جماعة الامام مالك رحوا الاغبياء الاغبياء قالوا ايه الجند يقول يا جماعة ده منتهى الغباء يعني منتهى الغباء انا بقولك انت مرزق بقى جايلك شوية حسنا يعني انا شخصيا ارى ان الكلب نجس وانه اللحم لا يجوز ودي نجسة ولا تجوز انما تخيل بقى كل واحد جاهل ينبري للرد ينبري الا تعلم يا جندي ان الكلاب نجسة قاتلك الله ان الكلاب نجسة يا اخي ربنا يشفيكم رب جد يعني ربنا يشفيكم انما اللي ما قرأش مذهب مالك ده مشكلته هو مش مشكلتي انا سيدنا ان تربى على موائد العلم اه ان يرى الرحمة في هذا الدين نعم اختلاف الائمة رحمة لهذه الامة انا لما كن دارس اكتر من مذهب واكتر من رأيه وتعرف على اكتر من قولي في المسألة الواحدة بيحدث عندي رحمة بالناس بيحدث عندي رعاية واهتمة بالناس على حسر اختلافهم حاشية الدسوق يعني الشرح الكبير محمد بن احمد بن عرف الدسوق الماليك المتوفق الف متين وثلاثين تمام بيقولك ايه والمكروه سبع وضبع وسعلب مكروه يعني مش حرام سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وان وحشيا وفيل وفهد ودب ونمر يلا باعش ونمس وهذا مفهوم قوله فيما مر وحش لم يفتارس والمعتمد انهما من المباح كما مر والمعتمد ان الكلب الانسي مكروه ده كلام مين ده كلام كتب الملكية يا جماعة يا ريت الفلاسفة اسمع يا سيدي كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل تأليف شمس الدين ده من كتب الملكية العمد بتاعت الملكية ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الترابلسي المغربي بيقولك لا خلاف فيه كراهة ما لا يعده فيتحصل من هذا ان الكلب فيه قولان بالتحريب والكراهة ده كلامنا يعني سبحان الله بالتحريب واحد يقولك بس ما قالش جائز حضر يا سيدي ما قالش جاهز بس ما قالش حرام لقى انه حيططلك مصطلحين مختلفين هاو التحريب والتختيارك ايه التحريب طبعا حد يحب اكل الكلاب